قلتت زمور 7 أكتوبر 1980 بعد مدازة الشهور الأولى من عام 1980 في هدنة أعلنتها البوليزاريو من جانب واحد وبعد تحركات ديبلوماسية مكتفة وتوقعات عالية بإمكانية الوصول أخيرا إلى حل خصوصا مع استقبال الملك الحسن الثاني في الناير الوفد من البوليزاريو في مراكش وتفاوضوا معهم وجها لوجها الأول مرة على الإطلاق ومع إعلان اتحاد المغرب العربي في 17 فبراير من نفس العام بين الدول المغربية الخامسة الحرب تعود من جديد قوات البوليزاريو الجاية من تندوف بقيادة الحبيب أيوب هاجم سقوات الجيش المغربي على مقربة من الجدار الرملي وين؟ قلت زمور المنطقة التي سجلت فيها القوات المغربية 8 سنين قبل في أكتوبر عام 1981 أحد أكبر خسائرها على الإطلاق في حرب الصحراء لكن هذه المرة كان وقت طائر الأمور تبتلت والجدار الرملي اكتمل بنائه وحرب العصابات التي كانت تباغت بها البوليزاريو والثقنات المغربية العسكرية لم تبقى شوكلها ردارات الجدار والأسلاك الشائكة فيه والألغام ونقاط المراقبة زلت عنصر المفاجأة التي كانت نقطة قوة العدو وخلت القوات المسلحة المغربية التي على خط الجبهة متفوقة وقادرة توقف العدو وتقومه على ما توصل الطائرات الحربية وكتائب دعم المحمولة في حل أحد والزلاقة والأرك التي كانت مدربة خصيصاً لهذه النوع من التدخلات في نهاية اليوم الجيش المغربي رغم الخسائر في صفوفه صد الهجوم وقدر يترد أعدائه شرق الجدار مرة أخرى خسائرهم قدرتها وكادة المغرب العربي للأنباء بـ 80 قتيل وجريح وخسائرنا بـ 14 قتيل و 31 جريح وماذا العدد صحيح؟ غالباً لا لكن ما يتأكد منه هو أن معركة جلتة زمور الرابعة كانت واحدة من سلسلة معارك متتالية كاملة أربحها ويربحها المغرب حيث رغم أنه بعدها تهاجم قوات البوليزاريو الحوزة في 11 أكتوبر وأمغالة في 8 نومبر النتيجة ستبقى هي هي خسائر في الأرواح من الجانبين حيث رغم كل جنود المغربة التي في الجدار الراملي كان عليهم أنهم يقوموا في انتظار رسول الدعم وفوز المغربي ورجوع البوليزاريو من حيث آته سيبقى الأمر على ما هو عليه حتى نوصله إلى 6 شتنبر 1991 الاتفاق وقف إطلاق النار بنفس الاتفاق الذي قادل البوليزاريو هذه الأيام أنها صافي لا يجب أن يلزمها بعد حادث تعطيلهم لمعبر القرقارات وتدخل الجيش المغربي وسترجاعهم من أيديهم هنا سيقول لي ما كانت تعمل أصلا البوليزاريو في القرقارات يمكن المفروض كيف يقولون في التلفازة أنهم يكونوا في تندوف حيث الصحراء نحن استرجعناها كاملة على هذه فإذا كيف يقطعوا هذه الطريقة كاملة وحبروا الحدود وبسلاح بلا ما نشوفهم أنا أشرح لك غاية الحكاية معقدة قليلا وكي نفهموها ونفهموا ما الذي وصلنا إلى هنا دعونا نكملها من أين دعوناها في حلقة المسيرة الخضراء تعقل من ما قلت لك أن المتطوعين المغربة في المسيرة رجعوا في حالهم في تسعود نوان بيرب أمام الملك الحسن الثاني وأنه بعدها تدار مؤتمر مادريد التي تخلت في إسبانيا لإستعمارها والتي قسم الصحراء بين المغرب ومريطانيا البوليزاريو لا تتفرج في التعطاش يناير 1976 هاجمت قوتها الجيش الموريطاني في معركة عين بن تيلي وقدرت تفاجأ وتنتصر عليه رغم أن المغربة قدموا الدعم الجوي الموريطانيين اللي لم نكن نعرف ذلك الساعة كمغربة هو أن البوليزاريو لم يكن بحدها وأنها كانت تملك في إعلن سواريخ سام ستة المتطورة ما هذا؟ هذه سواريخ سوفيتية قادرة على إسقاط طائرة حربية بدقة عالية أول طائرة F-5 حربية مغربية سقطت في هذه المعركة وقائدها كان أول بيلوت عسكري مغربي يتقتل في حرب الصحراء للأسف ما كانش الأخير حيث أيام مورها في 24 يناير ستبدأ في جبهاخها معركة أمغالة الأولى لكن هذه المرة مع الجيش الجزائري اللي كتقول المصادر الجزائرية أنه دخل غير يقدم المساعدات للصحرائيين النازحين بينما كتقول المصادر المغربية أنه لا كان جيش قتالي ودخل بشي تحارب في كتاب الجيش المغربي عبر التاريخ الكاتب ومؤرخ المملكة عبد الحق المريني انقدروا أن المعركة كانت انتصار كاسح للمغربة وأنها خلت الجيش المغربي يساعد السيطرة على تفريتي وبر الحلو لكن هذه كانت رابدة لتحارب الصحراء ومعركة أمغالة الثانية التي هجموا فيها البوليزاريو بدعم جزائري في ليلة 14 براير 1976 على القوات المغربية التي تحرص المنطقة لم تتعطلت جريدة لوموند في عدد 18 فبراير 1976 تقول لنا أن المعركة كانت مبارثة خسيصة حسب تعبير الملك الحسن الثاني حيث اخذونا على غفلة وحيد ثلاثة قبل حتى لا تصل قوات الدعم المغربية المتمركزة في الصمارة باستعاون حامية الجنود التي مات منهم حوالي 77 عسكري كانت خسارة كبيرة ومفاجئة الملك الحسن الثاني أرسل بعدها رسالة غاضبة البومدين رئيس الجزائري يخير فيها بين حرب معلنة وجها لوجه أو بين سلام بدون غدر غضل الطرف الآخر لا تعطل إعلان تأسيس الجمهورية الصحراوية 27 فبراير 1976 بعد توقيع اتفاقية الرباط لتقسيم الصحراء في 14 أبريل 1977 المغرب خاد ثلثين الصحراء وهي الساقية الحامرة وموريطانيا خاد ثلث الباقي وهو هو الذهب للإستخبارات الأمريكية كانت نقل في إحدى وثائقها أن الاتفاق ماشي جديد وأنه كان قديم بين الحسن الثاني ورئيس الموريطاني حتى قبل ما تخرج إسبانيا من الصحراء بعد هذا التقسيم البوليزاريو ركزت هجومات هام 76 حتى العام 1978 على الطرف الأضعف في السلسلة على موريطانيا اللي كان عندها جيش ضعيف وإمكانية حربية متواضعة مقارنة بالللي كان عند المغرب هجوم واحد اللي كان البوليزاريو على مناجم الفوسفات في بوغراع في منطقة المغربية في 31 مايه 1977 الباقي كان كله على موريطانيا هاجم البوليزاريو مناجم الحديد الموريطانية في الزويرات بل أنهم هاجموا حتى العاصمة نواكشوت وقصفوا القصر الرئاسي كثير من مرة مصطفى الوالي زائم البوليزاريو سيموت في واحدة من هذه المعارك على أبواب نواكشوت في 9 يونيو 1977 لكن رغم ذلك قوات البوليزاريو ستقام منتشرة في موريطانيا إلى أن يقوموا بهجومهم الثاني للزويرات 19 غشة 1977 ويقتلوا تقنيين فرنسيين ويأخذوا آخرين معهم أسرة الشيء الذي سيجعل فرصة تدخل في الحرب وتنزل جنودها في عملية خروف البحر ابتداء من 17 دجمبر 1977 بهدف إنقاذ الرهائن وطارد البوليزاريو من موريطانيا لكن الذي لم يكن يحتاج إلى حد عمل المحساب هو الذي يقعه وهو الذي يقلب مصار الحرب في 10 يونيوز 1978 سيقع انقلاف موريطانيا وعسكر الغدي تيح برئيس ولدته وقبل ما يعقد اتفاقية السلام مع البوليزاريو في 10 غشة 1979 يتخلى بموجبها على أراضي والذهب ويخرج من الحرب سيقع في 28 يناير 1979 معركة تنطان وهذه بعدها كانت تحول نوعي وبداية المرحلة الجديدة في حرف الصحر لماذا؟ حيث مدينة تنطان جاءت داخل العمق المغربي ولم يكن تطلب بها البوليزاريو أصلا هجومهم على المدينة كان بالأساس الإتبات أنهم قادرين على التوغل داخل المغرب ولا إحداث الضرر فيه وإطارة الرعب وسط المدن المغربية حصرت المدينة وقصفت بالمدافع وهجمت خطوط الإمداد البوليزاريو قتلوا مدنيين واختطفوا نساء وكانت هزيمة موذلة للمغرب والسؤال الحق كانت بداية السيسي من الهزائم خصوصا أن البوليزاريو في ذلك الوقت كانت صافي اطلقت معدات ودعم عسكري من الجزائر ومن المعسكر الشرقي الآليات والأسلحة التي كانت عندها كانت أحدث تملي عند المغرب الكوبيين والجزائرين والدعم الساخير عند معمر القدافي في ليبيا خلال ميزان القوى يتقلب عليها الأحزاب المغربية المفروض أنها في المعارضة في حال حزب الاتحاد الشركي والاستقلال نساوي الخلافات الداخلية ودعو النظام الوحدة الوطنية في عشر غشت سيسحب الجيش الموريطاني من وادي الدهب ورهب نهار في 11 غشت سيدخل الجيش المغربي للداخلها ثم سيبدأ سلسلة طويلة من المعارك في 11 غشت معركة في بئر إنزاران في 24 غشت معركة في البويرات في 5 أكتوبر معركة الصمارة وفي 14 أكتوبر معركة المحبس الأولى التي كانت فيها خسائعنا هائلة وفي 5 نوام بير الهجوم على بوكرع وميتها لعام 1927 وإلا والمدينة الزاق محاصرة ستقول لي وماذا فيها إلى حاصرة المدينة كالصحرة كابلة كانت ميدان حرب فالبوليزاريو ستكون حاصرة الزاق شويع ومشت في حالها لكن إلا الزاق كانت أصلا منتقى في حال طنطان لا تطالب بها البوليزاريو وجاءت داخل الحدود المغربية المعترف بها ما عند كل شيء والحصار عليها لا استمر شيئا استمر من دجمبر 1970 حتى المائل 1980 6 شهور فتخيل هذا تخيل الحامية العسكرية التي كانت داخل كيف شعشت هذه المدة كاملة بدون أي إمدادات لا طعام ولا سلاح ولا حتى يقين أنك غدى ستكون مازال على قيد الحياة كل ما تملكه هو سلاحك وطائرات عسكرية مغربية تأتي مرة مرة تلقي عليك مؤن إذا قدرت أصلا أنها تفلت من نيران المدافع وقدرت أن تنجوم القنابيل التي تسقط عليك في حشته هنا ستقول له لماذا لا يحاول الجيش المغربي يفك الحصار قبل هو حاول طبعا رغم أنه كانت معارك أخرى دائرة في نفس الوقت حيث في 25 يناير من عام 1980 كان هجوم البوليزاريو على أقا والحدود الجزائرية وفي 13 براير كان الهجوم على بوشدور ساعة باقي كولونيج وجزء أيضا لعملية تماثة بعملية الإيمان للطرد البوليزاريو من الزاق وتأمين المنطقة 27 فبراير 1980 بدأ المعارك لكن النتيجة كانت كارتية ومواجهة هذه القوات مع البوليزاريو والتي كانت مجهزة بالأسلحة الثقيلة وقدرة على إسقاط طائرات المغربية انتهت بخسارة كبيرة في الأرواح والعتاد الحربي خسارة لم يدركها إلا حتى المايل 1980 ما الذي تم فك الحصار على الزاق أخيرا ونزيد عليها في 22 يونيو نسجل انتصار آخر ونربحه معرك آخر في قلدة الزمور الأمور بدأتك تمشي معنا بسيان لكن لا حيثنا نشرح لك المشكلة مساحة الصحراء كبيرة بززاف وكي تأمنها خذتك تحط في كل منطقة حامية أسكرية لكن تفاهمين حتى هنا المشكلة هو أن البوليزاريو لم يكن تأتي بجيش تهجم به وتستطيع الجيش المغربي يأتي فتكون مواجهة أسكرية في حالة التي نعرفها جيش مقابل الجيش وانتدابزو والذي يغلب يأخذ كل شيء إلا كانت تهاجم القشلات المزعين في الصحراء وانترك الجيش المغربي لا تستطيع تعرف ماذا يكون فيهم الذي ستتهاجم الحاجة الوحيدة التي تستطيع تعاونهم بها هي أن تصيف إمدادات عسكرية وما تقوم المعركة لكن المشكلة هي أن القوات ستتعطل لتوصل وإذا وصلت مع طلاء وقررت تبع البوليزاريو فخصها تدخل وراهم لتندوف وإذا دخلت في هذه الساعة ستجر الجيش لجزائري للحرب فلا يمكن الحاجة الوحيدة التي كانت ممكنة للدعم هذه الساعة هي الطيارات حيث هم طبعا قدروا يوصلوا ضغير لكن المشكلة هنا هي أن البوليزاريو كان عندها صواريخ سامب ستة وسبعة وبعدها حتى ثمانية فالطائرات المغربية ستسقط بنسبة 90% إذا ضربت عليها ثلاث صواريخ فهمت إذا بالمشكلة في رجل 1980 بدأت تطبيق الحل لأعتقد الجنرال دليمي أنه سيقلب الموازين في الحرب الجدار راملي جدار عالي من متر إلى ثلاث أمتر عمر نقط مراقبة ومتفجرات ألغام وأسلاك شائكة سيمنع تتلل المفاجآت البوليزاريو وحتى إذا قدروا أنهم يخرقهم نقطة فنحن نكون عارفين من دخله ونقدروا نرقز قوات هذه الساعة لهم عوض من أن يجعل الجيش مشتت في كل النقطة في الصحراء فكرة زوية الصراحة أه لكنها لم يكن سهلة من غير أنها خاصة تجهيزات وحافر وبناء والمغامرة بمعدات سيتهاجمها البوليزاريو حتما وهذا الذي وقع في 9 شتمبر 1980 في معركة راس الخنفرة الأولى فهي كانت محتاجة لإعتمادات مالية دخمة تزاد لنفقات الجيش التي أصلا خيالية في ذلك الوقت المغرب لم يكن عن الإعتمادات وحرف الصحر كانت تستنزف مواري الدولة عليها القروض الخارجية والزيادة في الأسعر ستكون هي الحلول الوحيدة المتوفرة للدولة لتغطية للنفقات وهذا هو الذي سيؤدي من بعد الانتفاض الشهيرة في 20 يونيو 1981 الانتفاض الذي يسمى إدريس البصري شهداء شهداء الكوميرا لكن قبل منها وقعوا بثار الأحداث في بداية عام 1981 الجيش المغربي انتصر رغم الخسائر الكبيرة في معركة ثانية في جلدة الزموة في 22 مارس وقدر يرد البوليزاريا الذي هجمه عوتاني على الصمارة في 20 أبريل الملك الحسن الثاني قبل لأول مرة في قمة نيروبي من منظمة الوحدة الإفريقية أنه يدير استفتاء في الصحراء لتقارير الماصر جيل بيروف كتابه صديقنا الملك يقول أن الملك مستشعر مع التواحد لا من الحكومة ولا من الأحزاب تعلل فقط بأن الاستفتاء سيكون تأكيد للمغربية الصحراء حزب الاتحاد الشراكي جب في بيان أنشره قرار الملك الانفراضي واستعداده لتنازل محتمل عن السيادة المغربية على الأقاليم الصحرائية لم يكن عارف أنها كانت مجرد مناورة من الملك لربح مزيد من الوقت وأنه سيجاوب همهما بأمر اعتقال شمل خمسة مقيادي الحزب بينهم عبد الرحيم بوعبيد ومحمد ليازري شيء الذي أدى إلى أن نواب حزب الاتحاد الشراكي يقاطع مجلس النواب وأن الحسن الثاني يجيب نفسه البرلمان يبخرون في خطاب نادع في الصحراء لم يكن الأمو الحسن في 13 أكتوبر سيتهاجم البوليزاريو القوات المغربية الثالث مرة في قلتة الزمور لكن هذه المرة وهي مسلحة حتى العنق ومسنودة بدبابات T-54 و T-55 ومدرعات B-T-R و B-M-21 وسواري خسام 8 حديثة المسلمة من ليبيا القدافي حسب تقرير للإستخبارات الأمريكية الخسائر كانت هائلة طائرات من نوع ميراج وأخرى من F-5 سقطوا عدد القتلى كان كبير وعدد الأسرى المغاربة تقدروا بـ 400 جندي وإذا لم يكن هذا كافي لك فمدينة قلت تزموه نفسها وبيئر أنظرا تم الانسحاب منهم السؤال هنا الذي تطرحه فين هو الجدار الرملي الذي قلت لي أريد الموازين للقوة ما دام نحن بقين نتلقى الخسائر الجواب هو أنه من غير أن الجدار كان بنائه محتاج وقت طويل فهو لم يكن في الأول كيف الجدار الرملي الذي تعرف في الحقيقة الجدار الرملي هو بزرد الجدارات يتفرع من بعضهم البعض أنا أشرح لك الجدار الأول بدأ في عام 1980 ولكن لم يتزال حتى عام 1982 وكان يغطي فقط هذه المنطقة لمثلة النافع التي فيها العيون والصمرة ومناجم الفوسفات في بقاع الجدار 1985 وفي أبريل 1985 سيتم الخامس وفي أبريل 1987 السادس والأخير وهو الذي خلل الجدار يتخذ شكله دابا وفي وسط هذه عملية البناء مع كل تقدم كان تجرى معارك وتسللات وأحداث سياسية لكن عامة الوضع في الساعة بدأ تتقلب الصالح المغرب لماذا؟ حيث من غير أن الجدار أثبت فعاليته في 13 1984 كانت اتفاق وجد الوحدة مع ليبيا لا تكون طبعا رغم أنه سيضع لها استبتاء في المغرب لكن المهم هو أنه بموجب هذا الاتفاق القدافي سيتخلى على دعم البوليزاريو وبعدها بسناوات رغم المعارك المستمرة لأغلبيتها ستبدأ ترجع لصالح المغرب المغرب وجزائر سيقرب بعضهم البعض وفي 16 ماي 1988 سيرجع العلاقات الدبلوماسية بينهم التي تبقى مقطوعة السنوات الطويلة يفتح الحدود في 5 يونيو والملك يزور جزائر ويستقبل رئيش الجزائر الشد من جديد في حفاوة بالغة وهذا هو الذي سيؤدي في الأخير لأن الجزائر تنقص من دعم البوليزاريو وتدفعها مع إعلان المغرب العربي للبحث عن حلول دبلوماسية ترضي قاع الأطراف رغم المعارك التي كانت بقى تجري هنا وهناك والذي كان الغرض بينها أكثر هو تحسين شرط التفارض في 6 شتنبر 1991 تم توصل أخيرا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ستبقى فيه قاع الأطراف في مواقعها المغرب اعتبر منطقة شرق الجدار هي منطقة عازلة فيما البوليزاريو اعتبرت منطقة محررة وحاولت في بداية الألفينيات بدون أن تنجح أنها تقييم عاصمة لها تم فتافريتي هنا خصرت تسوّلني بعد كل هذه السنوات في الحرب ما هو الحل الأحسن نحربهم أو نجدهم في بلسهم أو الأحسن نجدهم الوضع على ما هو عليه حيث تقدر تقوم حرب بعد هذا الذي يقع في القرقارات الصراحة هي أن التهديد بالحرب من عند البوليزاريو يقديمون جديد سنوات هم يهدون بها ومجرد أن تكون أزمة داخلية في المخيمات لديهم تهديد في الإداعة أو بيان لكي اللاجئين يتفكروا العدو المشارك الشباب الذين لم يتعلم مقاسي الحرب أكثر حماس لهذا في حال أطفال الحجارة التي نحن في المغرب سخونين ويجربوا الحرب والجوع والقرطاس وصوت في الحقيقة تسمعوه في لعبات PUBG وهو فعلا فعلوه وفي الواقع لا تستطيع تلعب إذا موت سأقول لي أنت ما أحدك